التالي الأصلي لونه أسود بس ولا أسود وبيض؟ هو أسود وبيض بس دخلنا عليه ألوان دلوقتي الجماش نفسه ودخلت منتجات على حسب المنتجات التالي طبعا زمان كان موجود في معظم العائلات وبتلبس بشكل راقي بس جات له فترة بقى انحصر ما بقاش ناس كتير تعرفوا ويجيبوا حاجات من بره ملهاش ملة ويلبسوها مؤخراً ابتدى يرجع تاني ابتدى يرجع تاني ابتدى ننزل لما ابتدت في بعض الفتيات تنزل معارض في القاهرة ابتدى يتسمع ويطالب بالإسم ابتدى ننزل نتفج مع مصاممين أزياء ان احنا نعمل فساتين يعني حضرتك انا محمد سامي عمل لحضرتك الفستان بتاع الجونة انا اللي كنت عامله تسلم ايديك انا اصلاً ايوه هو ده الفستان التالي ده تسلم ايديك نحن جونة بقى الناس بتلبس سوارية وكده انا قلت هلبس سوارية بس من سواج تسلم ايديك التالي ده من أرقى المصنوعات ومن أجملها تمام ولعلمك بقى العلمك يا عفاف انه الخواجات لما بيجيبوا شال التالي ده يقوموا مباروزينه وحطينه مغطينه بإزاز وحطينه على الحيطة اللي بتعاملوا معيها لانها قطعة فنية تتحط في المكان وتجمله يعني هو بيديله مكانة أكبر بكتير انه هو حتى يلبسه احنا المحافظ بتاع محافظة سواج عمل لنا في الحديقة المتحفية بزارات لما بتنزل الأفواج السياحية احنا بنشوفهم عارفة طفل الصغير لما بيطبطبوا عليه بيمسكوا المنتج بتاعنا كده صح اه بيمسكوا المنتج بيطبطبوا عليه كده والله لهم حق يعني انا على فكرة ده انا باجي الشغل اللي باجي من المعرض انا كل الشغل الحمد لله بيعتوا كله ما شاء الله ما شاء الله وان شاء الله دايما وان شاء الله دايما